يا صباح الورد على كل حبيبي انا فاطمة ابو علي لو اول مرة تشوفوا قناتي انزلوا اسفل الفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس علشان يوصلوكم كل جديد انا بعمله نهاركم زي الفل والنهاردة هعمل معاكم طرت المنجا اللي هي بعجينة السبلية طريقته سهلة وبسيطة وخطواته وما فياش اي كلكية خالص يلا مع بعض نشوف المأدير بتاعته والمأدير بتاعت السبلية بتاعنا ينفع نعمل منها اي نوع بسكوت طريقته سهلة وبسيطة يلا نسمي اللا وندخل نشوف مأديرنا مع بعض وهنسمي اللا ونشوف المأدير بتاعتنا معانا 300 جرام دقيق 200 جرام زبدة 100 جرام سكر بودر وبضاية وربع معلقة فانيليا وربع معلقة ملح هنحط الدقيق ونضيف عليه الفانيليا والملح وكمان بشر اللامون او البرتقان ونضيف السكر البودر ونقلب كل المواد الجافة مع بعض هنقلبهم تقليبة كويسة جدا الزبدة بتاعتي انا مقطعها بدرجة حرارة المطبخ سيبها من بالليل على الرخامة علشان تبقى طريقة من غير ما حطها على النار وافرج بقى كده دقيق في الزبدة لحد ما خليه يبقى زي حبات الرمل المبلول الخطوة دي مهمة جدا فاي نوع بسكوت بنعمله الطريقة دي اللي هي واحد اتنين تلاتة اللي هي طريقة بسكوت السبلاء العادية خالص اللي بنفرج كل الزبدة في دقيق بتاعنا بصوا ببقى عامل زي حبات الرمل المبلول بالضبط الطريقة دي بتغلي في الحبات الدقيق فبتخلي البسكوت بتاعي هش وكريسبي وبضيف بقى هنا البيض وبقلب بدخلهم فبعض كويس من غير ما بعجن يا جماعة ما بعجنش خالص بلم بس العجين بتاعي انا كنت احطى شوية مية سقعة لو احتاجت لكن انا محتاجتش المقدار بالضبط خد المقادير اللي انا عملتها الدي بالضبط خد الزبدة والسكر بتاعي محتاجتش ولا اي حاجة طريقة دي مضمونة جدا اعملي بها اي نوع بسكوت تحبيه انا لميت العجينة بس زي ما انتوا شايفين كده بدون اي عجل وهبتدي بقى الامها وحطها في كيس وخليها تستريح في التلاجة حوالي نص ساعة زي ما انتوا شايفين كده العجينة دي حساسة جدا ما بعجنش فيها خالص هسيبها بقى تستريح نص ساعة وانت اللحها مع بعض نفردها استريحت هنفردها بقى بين ورقتين زبدة ورقتين مشمع وهنبتدي نفردها بحوالي نص سانتي اتعاملي مع العجينة برفقة خالص لان العجينة دي بسكوتة خالص يعني رقيقة جدا بصوا سهلة زي ما فيهاش اي كلاكيعة وهاتي بقى اي صنية طارت عندك بتتفتح من الجوانب وسبتي بقى كده بيديكي زي ما انتوا شايفين كده والتكي بقى على الجوانب بتاعتك علشان تسبتي حفة الطارت عشان لما يستوي ما يكشش وعلي الصور شوية كمان عن صور الصينية علشان قبل ما بيدخل الفرن بينزل شوية يبقى احنا كده عملنا صور عالي للصينية سكنيها كده وهاتي بقى شوكة بقى وافضلي خرامي فيها عشان ما تتنفقش في الفرن وتتكسر او ممكن تجيبي كيس اللي هو الاستريتش وتحطي فيه اي بقول انت مش بتستعمليها تبقى تقل على الطارت بتاعتي علشان برضو لو ارتفع في الفرن بيتكسر مني وشكله بيبوز ومش بينفع فخطوة ضرورية ان احنا نخرامه خلاص بقى هو كده في الفرن هنبتدي بقى نعمل الحشوة بتاعتنا اللي هي القاستر او الكريم باستري اللي هو البيتي الاصلي هنضيف الاربع بيضات مع عصير اللمون مع راشة الفانيليا مع بشر اللمون مع كمية السكر بتاعتنا حوالي كباية سكر لو عايزة تقليلي قليلي ودخلي بقى الخليط ده كله كده ببعضه خليها تجانس كده ادربي بقى البيض مع السكر مع اللمون ودول اربع معالي نشا النشا ضرورية لأي كاستر ودخليهم في بعض كويس جدا زي ما انتم شايفين كده لو ما عنديكش مضرب كهرباء مضرب يده بعادي اللبن بتاعنا ده مغلي بنزل شوية بشوية علشان اعادل حرارة البيض لو نزلت مرة واحدة البيض بتاعي هيستوي الخطوة دي ضرورية جدا جدا يا بنات في عمل الكاستر بصوا ولا كالكع ولا اي حاجة هنحط حلة بقى على النار يريد تكون حلة كده حطينا في التلاجة شوية ونحط الخليط الجميل بتاعنا اللي رحت وظهرت من قبل ما يستوي ونقلب بشويش وهدي النار عليه خالص وخلي ايديك شغالة فيه كده في المضرب لحد ما يتجانس خالص الكاستر ده بينفع لحشوة اي حاجة وكمان حلوة قوي في حشوة الاكلير واتي معلقة زبدة حلوة كده نان نظيف وحطيها بتخلي طعم الكاستر حلو وغني وقلبي بقى كده بصي شوية بشوية بتلاقي الخليط بقى سميك بقى ايدك يعني تسهي عليه عشان ما يلزقش بصوا ناعم وجميل بصوا ولا لزق كمان في الحلة علشان احنا مهديني النار عليه وشغلين معا كويس جدا طبعا ده بوريل مانجا لو انت عندك مخزناه ومش لازم بمانجا بس ممكن اي فاكهة انت تحبيها موز اي نوع فراولة اي نوع تحب تزيني بيه وضفت هنا ده كيس جيلي اناناس او مانجا او اي لون يكون مقارب للمانجا هناخد جزء منه علشان يساعد على تماسك الطارت بتاعي وهنزل على الخليط وكمان هيديله لون حلوى انا ضفت نص كمية المانجا المانجا دي حوالي اربع مانجايات ممكن تاخذي الكمية لترياحك الطارت بتاعي استوى وسبتو بريد شوية ده مربة مش مش انا بدهنها بيها او شوكولاتة علشان احافظ على الارمشة بتاعت الطارت بتاعي محطش الخليط مرة واحدة ادهني كده كل الجوانب عندك مربة وعندك شوكولات اللي انت متاح عندك حطيه دي بس الخطوة دي ضرورية شوية عشان بتحافظ على الارمشة بتاعت الطارت بتاعي وطبعا الخلطة بتاعتي بردت نزلت بيها وهنا ست شوية من كيس الجيلي حطيت كده ايه اا كزا واحدة عشان ادخلهم مربة كده ببعض ادهلي شكل جمالي عندك شوية بقى كريم شنطي زيني ما عندي كيش ممكن شريح منجا لو متاح اا فراولة اي تزين تحبي اعمليه مفيش هي كده زي الفل بصوا الطريقة سهلة وبسيطة وما خدتش في ايدينا اي وقت اي حشوة اا ممكن تعمليها وهنا برضو شوية من اا عصير المنجا زينت بيه طبعا ما كانش عندي كطع منجا علشان ازين بيها علشان هي كانت فروزن فما فيش فيها اي قطع ممكن بقى تزيني بكريز لو عندك بكطع فراولة اي حشوة تختر على بالك اعمليها اوعى تتقيدي بحشوة معينة شوية كريم شنطية على شوية جبنة ممكن عشوية كاستر نعمل حشوة حلوة قوي زي الاتشيز كده بصوا حاطنا في التلاجة حوالي اربع ساعات اتماسك كويس جدا وتقطع وطعمه ورحته روعة رحت اللمون مع المنجا اا تحس كده ان هو طرت منعش حلو كمان اوي في الصيف وكمان في الايام دي حلو طرت كده خريفي اعمليه كمان بمناسبة تعيد الام وممكن تخليه باللون الاحمر لو انت هتعمليه بالفراولة وممكن تعمليه بالموز ممكن تزينيه بالكيوي وصفة سهلة وبسيطة ويا رب تكون عجبتكم واللي تعجبوا الوصفة ما ينساش يعمل اللايك والشير والاشتراك بقناتي على اليوتيوب قناة فاطمة ابو علي وصفحتي على الفيسبوك حبهن ومستك ضروري انك تعملي لايك للفيديو علشان يترفع ويتشاف على نطاق اوسع يا رب تكون وصفاتي بتعجبكم وانا بطبسط لما بكون معاكم ويا رب انتو كمان تكونوا مبسطين واكون دفة خفيفة عليكم كنت معاكم فاطمة ابو علي اوعي تنسي اللايك اللايك ضروري كنت معاكم فاطمة ابو علي اتبسطت ان كنت معاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر